لعهدة جديدة لعهدة جديدة وكذلك قررت التعجيل بتعديل الدستور في أقرب وقت دون تحديد الموعد هذا لماذا لم حددنا الموعد؟ لأننا نرى أنه يندرج ضمن المسار الطبيعي والعادي لإتمام هذه العملية الآن بعض التشكيلات يقولون بعد رئاسيات نحن من الجموش كجبهة الوطنية كتشكيلة ريادية في الواقع السياسي نعتقد أن الجهة المخولة دستوريا لتحديد تاريخ تعديل الدستور وكذلك لإقراب تعديل الدستور هو رئيس الجمهورية وفي معرض رده على ما جاء في الرسالة المسوبة للأمين العام السابق للأفلان عبدالعزيز بالخادم والتي انتقد فيها خيارات عمار سعيدان التي أعاد فيها أسماء محزوبة أو محسوبة على المرشح المفترض لرئاسيات علي بن فليس للواجهة من خلال عضوية المكتب السياسي نفى المكلف بالإعلام بحزب جبهة تحرير الوطني صحة ما نصب لبلخادم معتبرا إياها مجرد مزايدات لحسابات سياسوية ضيقة لأوساط تعمل على استهداف الحزب العتيد على حد تعبيره سياسوية عبدالعزيز بالخادم لا يود لي بهذا صريح لماذا؟ لأن بعد الرئاسيات تعد 2004 كنا اعتمدنا سياسها سياس جمع الشمل وحاولنا بكل الوسائل على مستوى جميع الولايات لكي نحوى التمييز هذا الزواجية في تصنيف المناضلين لأننا شف نوى أن المناضلين سواء اللي مشاوا مع دمبليس وإلا اللي مشاوا مع سيبوتفل كلهم متعلقين بحجبة التحر الوطني ما نعتقدش أن هناك مناضلين ينتميوا لأشخاص نبقى دائما مع هم الرئاسيات حيث صرح رئيس حزب عهد 54 علي فوز ربعين خلال لقائه بمناضر حزبه بولاية جيجل أنه يفضل أن تكون لجنة وطنية لمنقبة الانتخابات بدلا من اللجوء إلى فكرة تشكيل حكومة توفقية تشرف على العملية الانتخابية المزيد في ميكروفون أيمن عبد الرحيم نخص المبادرة التي قاموا بها عدة أحزاب سياسية حتى إذا الوجود التاعنا ما كانش ظاهر ولكن بطبيعة الحال نحن من البداية ندعموا كل مبادرة ليرضوا بها الجميع أولا ما تنسوش بلي نحن رأينا حزب معارض والمعارضة تعنا ما يشمل يوم عدد ثلاثين سنة هذه أولا ثانيا البنود اللي جوا بها فيما يخص الدستور وكذلك فيما يخص اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات نحن بطبيعة الحال رح ندعموا هذا الموقف حتى إذا إحنا مشاركناش بصفة مباشرة ولكن إحنا رأنا في الاتصال مع عدة أحزب فيما يخص هذا الموضوع هذا بالذات مشاركة تاعي في الاستحقاقات الجاية أنا نقلت في عدة مناسبات بلي إحنا رأنا ننتظروا باش نديروا ندوة وطنية لتخص الإطارات على الحزب والممثلين كذلك على مستوى البلاديات والوليائية باش ناخدوا القرار النهائي مهما كان أمر ما تنسوش بلي إحنا ما ناخدوش بعين الاعتبار هذه الإشارات أو الإشاعات تعل بعض يقولوا اللعب رأو مغلقة ومتفتحة وإلى آخره إحنا واش رأنا نطلبه إحنا رأنا نطلبه باش يكون بديل والبديل مين يجي يجي من طرف المعارضة وإن شاء الله المعارضة كمعارضة حقيقية تقدم بديل للمجتمع من جهة أخرى دعا محمد بن حم رئيس حزب الكرامة خلال إشرافه على تجمع شعبي بالمركزية الترفيه العلمي بأدرار الاعتماد سياسة لتنمية الوطن حسب متطلبات كل منطقة موضحا أنه حان الأوان لتغيير الذهنيات في اتجاه اعتماد سياسة لتنمية الوطن جدية اليمين بالعلمي عاد بالتالي جئنا في أدرار وحملنا شعار شعار نعمة الأمن والاستقرار اللي هما نعمتين يعني نحسد عليها في الوقت اللي كل حدودنا وكل شعوب المجاورة عايشين في توطر عايشين في حروب عايشين في مأساة الجزائر تنعم بالأمن والاستقرار وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الرجال المخلصين وبفضل الحكم الراشد في هذه الدولة دولتنا نتاع الجميع حرها الجميع ويبنيها الجميع وحزب الكرامة متفائل ويدعو كل الطبقة السياسية ويدعو كل الإخوان اللي لهم نية ترشح للرئاسيات أن يجتمعوا مع بعض وأن يتحاوروا ويجعلوا الجزائر في كل اعتبار كما أكد محمد بن حم ورئيس حزب الكرامة أن مشكلة الجزائر ليست في الهياكل أو الأغلفات المالية أنا نقول بالخطأ اللي رأي تلتكبه يعني الأحزاب السياسية المعارضة إذا صح القول الخطأ هو أنهم بغير يرجعونا لـ 91 أنا داك كانت حسابات سياسية ضيقة حسابات شخصية ضيقة أنا داك كان منطق الحوار مش موجود أنا نقول حان الوقت أن نجتمع ونتحاور ونظن باللي اجتماع هذه الإخوان وتحالفهم مش تحالف من أجل بناء الجزائر ولكن ربما هو تحالف ضيق تحالف من أجل إسقاط بوتفريقة وهذا خطأ نحن مشكلتنا مش مع بوتفريقة مشكلتنا مع الفقر مشكلتنا مع البطالة مشكلتنا مع التنمية هذا هو المشكلة الحقيقية والمعارضة إذا كانت أرادت أن تثبت يعني معارضة حقا وعملها السياسي لها أن تعارض برامج وتعارض يعني حزاب أخرى ولكن لا تعارض شخص سياسيا دائما تشكل الجمعيات والمنظمات الجماهيرية إحدى الأوراق الرابحة التي يعول عليها في الانتخابات الرئاسية المقبلة لما تملكه من وعاء انتخابي هام فبعضها سرع إلى إعلان مساندته لبوتفليقة لعهدة رابعة فيما أحجم البعض الآخر عن الخوض في السياسة ورق في الموضوع لمصطفى تونسي تستعد جمعيات ومنظمة جماهيرية للتعبئة والحجد قبيل رئاسية أفريل 2014 وقد أعلنت بعضها مساندة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للترشح لعهدة رابعة في وقت سابق على غرار اتحاد الفلاحين المجيد سيد السعيد الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين وعلى خطى عمار سعداني الأمين العام للفلان فيما فضلت جمعيات ومنظمات أن تنأى بنفسها بعيدا عن السياسة نافية أن تكون لها أي توجهات سياسية لا نتحذب ولا نتخندق نحن ليس لدينا مرشح معين وليس لدينا حزب معين وليس لدينا موقف محدد الآن معين لكن عندما يحين الوقت يكون لكل واحد في الجمعية حقه وفي أن ينتخب كما يشاء لا نعطي تعليمات عليكم تنتخبوا فلان أو لا تنتخبوا فلان هذا ليس من فلسفتنا وليس من سياستنا وأخرى حتى وين حجمت إلا أنها لا تخفي دعمها الضمني لعبد العزيز بوتفليقة فيما يتعلق بفخامة سيد رئيس الجمهورية نحن يكفينا شرفا أنه الرئيس الشرفي لأكاديمية المجتمع المدني الجزائري فيما يتعلق بالرئاسيات أو التوجه إلى الرئاسيات فلأكاديمية هياكل وأجهزة ومؤسسات من بين هذه هياكل المجلس الوطني ستكون له الكلمة الفيصل في أي توجه مستقبلي وتبقى مواقف الجمعيات والمنظمات الجماهرية تتأرجح بين مساندة لعهدة رابعة وبين مراقب في شأن الاقتصادي كشف رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين محمد خلوفي لتلفزيون النهار أن توزيع حصة المشاريع السكنية المقدرة بستين ألف وحدة التي تنزلت عنها بالتراضي وزارة السكن لصالح المقاولين الجزائريين لإنجازها سيكون قبل نهاية السنة تفاصيل أكثر مع نسيم الوافي وورد أقشيش قانون السافقات هذا كان فيه قانون من نصوص التطبيقية كان نقصين بزاف ولهذا المقاول لا يستطيع أن يتبقوا والمديرين والولائيين لا يستطيع أن يتبقوا وإن شاء الله بربي رانا نشوفوا كيف نديروا حواج ليرام إرجون بيش نخرجون في هذه التولاتية التامة السبتم بيش للتولاتية الشي اللي مخرجناش فيها في التولاتية إن شاء الله في الجلسات التالية إن شاء الله رح نخرجوا فيه وهذا إن شاء الله رح يمت دفع دفع كبير للمؤسسات الجزائرية بيش تشتغل في يكون محيط محيط تعلق المؤسسات وبخصوص مشاركة الجمعية في التولاتية القادمة تترق السيد خلوفي إلى التحضير لمجموعة من الملفات الخاصة بنشاط المقاولين واقتراحاتهم لحل أزمة السكن كما سيتم التطرق كذلك إلى كيفية تحسين قانون السفقات العمومية بما يسمح بتشجيع المقاولين على مضاعفة الجهد وكذلك توظيف أكبر عدد ممكن من العمال والتطبيق تحال نصوص تطبيقية تحال الأسبوع هذا سنكملها مع المديرين العامين للوزارة وإن شاء الله قبل التولاتية سنقوم كل المؤسسات المخارطة في الجمعية العامة المقاولين للجزائرين ستحصل على مشاريع وكل ما تكمل مشروع سنزيد لها مشروع هذا سيدخل في إنجاز كل المشاريع ونتهنم البيروقراطية للإدارة شرعت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة اليوم الأحد في مكافحة اتنين وعشرين أو محاكمة اتنين وعشرين شخصاً من بينهم الفنان المعروف باسم مريضا سيكا والمتابعون بجناية المتاجرة بالمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة وتعود وقائع القضية إلى سنة 2011 بعد وصول معلومات لمصالح الأمن بالجزائر العاصمة مفادها وجود شبكة دولية تنشط على مستوى العاصمة تقوم بتهريب الكوكاين إلى شأن آخر وحول أجواء المونديال وبالتحديد في فرنسا بدأت تحضيرات الوكالات السياحية لنقل مناصر الخضر إلى البرازيل وكالة أسفار الجزائر بدأت تحضر ذلك عن طريق عروض قدمتها للمهاجرين الجزائريين في فرنسا والراغبين في مناصرة الخضر ببلاد الصنبع تقرير مراسلتنا من باريس هدى فتوان هدف بوغرة شعلة الأمل التي بعثت في قلب كل جزائري لتعلن صفارة الحكم السنغالي تحقق حلم التأهل الثاني على التوالي والرابع في تاريخ الخضر هنا في فرنسا لم يتوانى الجزائريون عن الخروج للاحتفال بهذا الفوز الذي جعل الجزائر ممثل العرب الوحيد في مونديال البرازيل لذا تتسابق وكالات الصفر لتنظيم الرحلات الجوية لبلاد الصنبع وتتنافس لحجز أفضل الفنادق ولمعرفة هذه التحضيرات تنقلت كاميرا النهار إلى وكالة الصفر الجزائر بباريس لمعرفة تفاصيل أكثر عن الموضوع الجزائر والخدرات بمجرد تأهل المنتخب الوطني تنقل بعض الأنصار إلى وكالات الصفر للحصول على عروض للرحلات واستفسار عن الحجز وترتبات الصفر نحن هنا نحن هنا الأجيري لنرى لنرى البرازيل لنرى 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 تنظير الحلاتهم إلى بلد الكوباكابانا ليكون مرة أخرى سند الفريقية الوطنية لقناة النهار تيفي كانت معكم هدى فتوان باريس بهذا إذن مشاهدين نصل بكم من ختم حصاد الظاهرة شكرا لحسن الإصغار والمتابعة السلام عليكم